تتمتع مصر وأرمينيا بإمكانات كبيرة وأفاق رحبة للتعاون الاقتصادي بينهما وفي ظل هذه الإمكانات تسعى مصر لأن تكون أرمينيا بوابة هامة لمنتجاتها إلى الأسواق الأوروبية بينما تمثل مصر بوابة حيوية لدخول الشركات الأرمينية إلى أسواق القارة الإفريقية العلاقات المصرية الأرمينية متطورة ومتطلعة للأفاق الرحبة خاصة وأن البعد الاقتصادي أصبح يلعب دوراً مهماً في المصالح المشتركة بين البلدين مصر وأرمينيا لديهم الكثير من الإمكانات في كافة المجالات الاستثمارية مما يتيح فرصاً كبرى للتعاون والتكامل فيما بينهما لزيادة حجم التجارة بين البلدين الذي بلغ نحو 200 مليون دولار في يناير من عام 2019 العديد من المميزات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر قادرة لأن تكون بوابة للشراكة الأرمينية لأفريقيا والدول العربية بينما يمكن أن تكون أرمينيا مدخلاً مهماً للمنتجات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي ومع تولي أرمينيا رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي في يناير من عام 2019 وبفضل العلاقات بين ياريفان والقاهرة عملت أرمينيا على بذل كل الجهود للإعداد وتنفيذ الاتفاق على التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي ومصر مما يصهم في تعزيز حجم التجارة بين الجانبين ومن هذا المنطلق تزداد الاستثمارات والشركات الأرمينية في مصر التي يبلغ عددها 23 شركة أرمينية في حين أن هناك 11 شركة مصرية تستثمر في أرمينيا الاقتصاد يمثل قاطرة تقود التعاون بين مصر وأرمينيا خاصة وأن القاهرة ترحب بالمستثمرين الأرمن في مصر وتتبع السياسة المنفتحة لتشجيع الاستثمار وتقوم بجهود من أجل توفير مناخ جاذب له كما تضع أيضا في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال القيادة السياسية بين البلدين تشجع على تنمية وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية بين أرمينيا ومصر التي تعتبر أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط مما يقارب السياسات الخارجية للدولتين ترجمة نانسي قنقر